أهلا وسهلا فيكم من جديد وفي آخر محطاتنا في هذا الصباح تم افتتاح المختبر الجنائي الأول من نوعه في فلسطين اللي بيعمل على تغطية الجزء الأكبر من الأدلة التي تصل إلى الشرطة الفلسطينية نتحدث أكثر عن أهمية هذا الموضوع مع العقيد ناجح سمارة مدير المختبر الجنائي في فلسطين صباح الخير ويعطيك العافية صباح الخير إليك ولي جميع السادة المشاهدين إحنا كنا بنقول بس يصير في خبر أو حدث في هذا الإعلام طبعا بهجم على المتحدثين فيعطيك ألف عافية كمان شفت لك مقابلات في كثير وسائل الإعلام فيعطيك ألف عافية الله يعافيك يا رب ومنحي إحنا جميع الإعلاميين ومنحي يعني نبعث تحية لكل أبناء شعبنا تحية إجلال وإكبر الناس الصابرين والصامدين في هذه الأرض نتمنى لهم حياة هادئة وآمنة إن شاء الله على أمر دائما يعني بداية عندما تحدث عن مختبر جنائي في فلسطين بداية تحكينا عن مختبر جنائي يعني مكوناته الأساسية أهمية وجوده كمان المختبر جنائي هو حلم كان يراود الشرطة من أول يوم تأست فيه الشرطة الفلسطينية من عام 1994 كان فيه قرار من سيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات بإنشاء مختبر جنائي من داخل جهاز الشرطة وتم البدع فيه عام 1996 محاولة بناء الأولى كانت لمختبر جنائي واستمرت عملية الإنشاء والتدريب حتى عام 2000 وقبل اكتماله بعدة أشهر أثناء ببداية الانتفاضة الثانية انتفاضة الأقصى قامت قوات الاحتلال بتدميره في قطاع غزة وفي راملة كان جزئين 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 في قطاع غزة والجزئين في راملة تم تدميرهم بالكامل ومنذ ذلك الوقت ونتيجة الوضع السياسي القائم لم نستطيع أن نباشر قيام أو نبدأ من جديد في عادة بناء المختبر الجنائي حتى عام 2008 بتسلم السيد اللواء حازم عطلة زمام كيادة الشرطة الفلسطينية ومن أول يوم هو أعطى تعليمات بالعمل على إنشاء المختبر الجنائي كإدارة ضرورية وملحة واحتياج ملح للتحقيقات الجنائية والقطاع العدالة فتم من ذلك اعداد الدراسات اللازمة لهذا الموضوع وتم البحث عن ممولين من خلال الحكومة الفلسطينية والحمد لله بعد 2010 أو خلال 2011 وافقت الحكومة الكندية أو وفرت تمويل لهذا المختبر وباشرنا العمل فيه من بذائة 2012 وكان تكلل بالنجاح والافتتاح قبل يومين ب2016 طبعا الناس بيسألوا ليش فيه فترة طويل 2012-2016 المختبر الجنائي ليس هو مختبر عادي هو مختبر له مواصفات معينة نتيجة الأعمال أو النتائج المطلوبة من هذا المختبر فلذلك تطلب تأهيل الكوادر حتى تكون بمستوى عالمي وتكون موثوقة ولديها مصداقية عالية حلا بدنا نسأل عن كل هاي التفاصيل تكون هناك نتائج كويسة لفضلك أخذ وقت يعني وهذا الوقت ضمن المعايير الدولية بالعكس أننا نكون نخذ يعني مشانا دي من برنامج مكثف خلال أربع سنوات في الدول الأخرى بأخذ تأهيل الخبراء معنى وقت أكثر من هيك إحنا المهم إنه بعدها الصبر النول يعني يكون فيه نتائج إيجابية إذا طول ما هذا الشيء في خدمة إنه التطور الكوادر لصالح الناس إحنا يعني بهمنا تكون النتائج هون بدي أسأل سؤال يعني بسيط بدنا الإجابة تاعته إحنا كمان كمواطن نقدر نفهمها شو بده يفيدنا شو بده يعمل فرق بحياتنا وجود مختبر جنائي طبعا المختبر الجنائي زي ما حكينا هو هو عبارة عن استعمال التكنولوجيا الحديثي في التحقيقات الجنائية يعني توفير أجهزة ومعدات حديثة نقوم من خلالها بفحص المضبوطات أو العينات التي يتم جمعها في أي جري في بكان الجريم التي تحصل هذه العينات والأدلة يتم إرسالها للمختبر الجنائي يتم تحليلها بناء حسب نوحة وإصدار التقارير الفنية أو إصدار التوجيهات والاستشارات لجهات التحقيق في الشرطة أو في الأجهزة الأمنية أو للقضاء والنيابات لتسهيل الأمور عليهم لتوجيه لوائح التهم للمتهمين بوجود هذه التقارير الفنية مثل إيش؟ يعني إيش ممكن يعني مثلا إذا حصل ضبط لمادة مخدرة مع أي شخص مشبوه هاي المادة ما حدا بدر يثبت إنها مادة مخدرة إلا جهة مختبر جنائي أو مختبر خاز نكون في الأول نتعامل مع الجامعات يعني حاليا نحن في عنا مختبر نكون بفحص هاي المواد من خلال أجهزة حديثة كيموية بتم تحليلها وإثبات إنها تحتوي على مادة مخدرة فهذا إصدار تقريرها تحتوي على مادة مخدرة يسهل على توجيه إلائحة التهم للشخص اللي تم ضبط هاي المادة معه فلذلك بدون ما يكون تقرير علمي من الناس مختصين لن يستطيع القادة توجيه لآحة التهم إن هاي المادة مخدرة كل هاي أدوية يمكن يحكي له هاي إشي تاني أو فاليوم فيه أجهزة اللي بتكشف أو فيه نعم صحيح إذا البصمات هل كمان رح يمع الفرق بالبصمات أو الجرائم البصمات إحنا موجودة عندنا من أول يعني قسم دائرة البصمات وفي عندنا يعني إحنا متعامل معها من أكثر من خمس سنوات وكان له دور مؤهم في التعامل مع الجرائم وفي يعني استفدنا منها كثير أثناء التحقيقات بجمب بعد رفع يعني كثير في قضايا تم حلها عن طريق رفع بصمات من مسارح الجريمة وتم التوصل إلى المتهمين أو المجرمين اللي نفذ هاي القضايا من خلال البصمات ولكن هل كان عندنا سجل إلكتروني للبصمات؟ نعم موجود صحيح فشو الجزئية اللي فيها تطور اليوم في المختبر الجنائي متعلق بجرائم القتل أو الخرقة؟ الجزئية جديدة حنا فيه عندنا أنشاءنا أضفنا ثلث أقسام جديدة اللي هي قسم المخدرات والأثار الكيموية اللي بنفحص فيها جميع أنواع المخدرات وجميع المواد المجهولة الكيموية أو غيرها اللي تم ضبطها في مسارح الجريمة تم تحصها والتعرف على هويتها وهذا بفيدنا في التحقيقات الكسم الثاني قسم التزييف والتزوير أو كشف التزييف والتزوير اللي هو بنفحص فيه جميع تزوير جميع الوثائق الرسمية شكات مزورة، ممكن حتى ورق نقدية أوراق نقدية، جوازات سفر، رخص سياقة كل الوثائق الرسمية اللي تصدر عن الدولة أو الدول الأخرى نستطيع فحصها وكشف لكارات موزيفة أو لا ونصدر في تقارير في هذا الحكال الجهات اللي بتطلب الفحص بالإضافة إلا أننا فيه كمان مضاهات الخط اليدوي والتواقيع باللغة العربية والإنجليزية كما نستطيع يعني أي وثيقة تحريفها أو عمل تزوير لتوقيع أو كتابة أو إشي زي هك هنا فيه إمكانية إنه نكشف هذا التزييف والتزوير اللي تم فيها يلوم طيب الناس بتقول هدول الثلاث محاور اللي صاروا جداد بالمختبر الجنائي على مدار السنوات السابقة هل كان فيه مرجعية بالنسبة لإلكم هل الناس تسألت بوين كنا؟ يعني وين كنا قبل؟ موجود كان فيه بدائل لكن كانت يعني مخفيش عليك كانت ضعيفة أو الإجراءات تكون يعني شوية معقدة بالإضافة لأن كانت مكلفة لأننا نستعين بالقطاع الخاص أو مختبرات إقليمية في مجال التزييف والتزوير كنا نستعين مثلا في كطاع الخاص يعني بعض الخبراء المعتمدين بالنسبة للخطوط أما بالنسبة للعملات وهذا كان يستعينوا بالبنوك أو بصرافين بعضنات القضاء يعني يطلبوا تقارير من البنوك وهذه الجهات يعني يمكن قانونيا أو يعني تكون غير مساعدة لكن للضرورة كانوا يتعاملوا مع هذه التقارير لكن حاليا هو الجهة المخولة حسب القانون هو المختبر الجنائي فلذلك بتوقع بشرح يعني يواجهوا مشاكل في الأيام اللي جاي إن شاء الله القضاء في قضايا من هذا النوع يعني إذن اليوم المختبر الجنائي الحكوم مرجع لكافة المراكز المنتشرة في فلسطين مركز وفيرام الله مركز وفيرام الله وهو يخدم جميع المحافظات إحنا بالإضافة عندنا احنا متعامل مع إدارات التحقيق في الشرطة جميحة وخاصة إدارة المباحث العامة حيث هناك في عندنا فرق مصرح جريمة في جميع المحافظات لديها أدوات اللازمة لمعالجة أي مكان جريمة أو مصرح جريمة في حصر في الجريمة بيجمع الأدلة والاستدلالات وكل الأمور المطلوبة لفتح ملف تحقيقي وما هو مطلوب من المختبر يرسلوه للمختبر ونساعدهم في ذلك ونقوم بفحص هذه العينات لوضحهم على الطريق الصحيح والسير في الطريق الصحيح لمصاري التحقيق اليوم معدد الكادر الموجود في المختبر كمان أنت كنت عن تحكي عن كان بحتاج وقت لتطوير وتأهيل الناس هل فعلا نطلقوا تدريبات؟ نعم وتحكي لنا عن هاي الجزئية؟ نعم صحيح احنا اول شي لما انشأتنا في أقسام زي ما حكيت لك هذه تلت أقسام احنا تم التعاون مع خبراء دوليين من أوروبا ومن أمريكا ومن كندا ومن أستراليا ومن زولندا من دول كثيرة يعني الدول المتقدمة في مجال العلم الجنائي وتم وضع برنامج تدريبية تناسب مع حيثيات الموجودة عنا بفلسطين هون هاي البرامج اللي تم اعتمادها يعني تأخذت من مجموعة برامج تدريبية معتمدة في هاي الدول المتقدمة ووضعنا برنامج خاص لنا وتم اعتماده من خلال ورشة عمل نظمت مع هؤلاء الخبراء من دول مختلف بضافة دول العربية شارك فيها من مصر والأردن شاركوا معنا خبراء في هاي الوراش هذا البرنامج تم تنفيذه في المختبر الجنائي عنا يعني لم نخرجناش لبارا ندرب بدول ثاني بالعكس احنا تعاقدنا مع مدربين قسمنا لوحدات هذول برامج تدريبية وتم تنفيذها على الأجهزة عنا وهذا هو اللي اعطانا يعني ثقة وكفاءة أعلى نتعامل مع عجزة عنا رح نستمر بالعمل عليها وتم يعني انتهاء من البرنامج التدريب هذا بكاملا بتعاقد مع هؤلاء الخبراء الامر الثاني انه بعد الانتهاء من البرنامج التدريب اللي تم اعتماده تم عمل فحوصات كفاءة للطاقم عنا من خلال مؤسسات دولية محايدة وهي مختصة بهذا المجال صحا هؤلاء المؤسسات هي بأجت هنا وعملت فحوص كفاءة من خلال تجارب عملية وامتحانات نظرية للطاقم عنا يعني اذا انت تتحدث عن شريحة شريحة واسعة من الشباب الموجودين او كمان ممكن يكون هناك فتيات في عنا فتيات طبعا احنا يعني في مساواة بالنسبة ولكن تم يعني تحديد عدد اللي بدو يشتغل بهذا المختبر الجنائي طبعا يعني في البداية بناء التحليلات عنا حددنا عدد لكل اختصاص لكل اختصاص لكل اختصاص لنا قسمنا اختصاصات عنا لأثرت اختصاصات في عنا حوالي 18 خبير تقني تم تأهيلهم هدولا من خلال بالطريقة اللي حكيت للك عنها وتم عمل فحوصات كفاءة لألهم من خلال المؤسسات الدولية من دمنها اللي هي الشبك الأوروبية للمختبرات الجنائية بالاضافة كمان المختبرات الإيرلندية والمختبرات الملكية البريطانية كمان هم اجروا فحوصات كفاءة لألنا كمان اجرنا فحوصات كفاءة في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا عينات نفحصها نرسل النتائج وكانت صعبة وتم اجتياز هذه الفحوصات جميحة وبناء على هذه النتائج احنا يعني بعثنا طلب من خلال السيد اللواء لوزارة العدل والسيد رئيس الوزراء باعتماد الخبراء عندنا كخبراء جنائيين في الاختصاصات الجديدة التي تنضمها للخدمات عندنا في المختبر الجنائي كل التوفيق لألهم نتمنى كمان الكفاءة في العمل تكون طول وقت يعني مستمرة في كمان في التقدم أكثر وأكثر سؤالي ايش أكيد لأنه احنا كمان يعني احنا اتعاقدنا مع الشركة بريطانية لبناء نظام جودة احنا يعني وفرنا جميع المعايير اللازمة والمتطلبات للمواصف الدولية 17-025 الخاصة بالاختبارات الجنائية تم تطبيق جميع احتياجات اللازمة وتوفير جميع الأدوات لتطبيق هاي المواصف الدولية الايزة 17-025 وتم تدريب عليها لمدة ثلث سنوات على التوازم مع البرنامج التدريبي اللي كنا نتعامل معه سؤالي هذا في المحاكم هاي الأجهزة ما كانتش متوفرة لا تثبت يمكن بدقة هل رح يتم فتح المجال بأثر رجعي لقضايا كانت عالقة واليوم هذا المختبر رح يوفر بيئة مناسبة لتأكد احنا اي طلب فحص بيجينا يعني احنا بالعكس المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية هم يعني شركائنا الأساسيين في عملنا يعني فأي طلب بيجينا من هاي الجهات صاحبة القرار في فتح القضايا إذا كان لديها اي امر يتعلق مع القضية وبحاجة لفحص وتحليل احنا جاهزين يعني على طول نكون بعملنا يعني سؤال الأخير ضيق الوقت عن الخطة الاستراتيجية لهذا المختبر يعني اذا اليوم تم افتتاحه وميزانيته كانت 5 مليون دولار تغطي الأجهزة الموجودة فيه وانطلاق هذا المختبر يعني شو في الأفق اللي كمان انتو بتسعوله احنا طبعا يعني يعني ماشي بطريق يعني ان احنا انتواصل بشكل دائم ونواكب التطور الدولي في هذا المجال واننا اتصالات كثيرة مع يعني خلال السنوات السابقة يعني كنا على تواصل مع شركائنا او اصدقائنا في الدول الأوروبية يعني نتعاون نحن نويان في حضور المؤتمرات ونشوف الخبراء الجنائيين بهذا المجال واننا علاقات جيدة بالاضافة للدول العربية وخاصة للأردن اننا علاقات جيدة معهم وفيه تواصل بيننا وبينهم لكن احنا في المختبر كمان نسعى يعني انه مش بس الخدمات هذه اللي موجودة عندنا حاليا نكتفي فيها فيه خدمات اخرى يمكن توفيرها غير متوفرة ان شاء الله في المستقبل حطينا احنا خطة استراتيجية يعني للثلث سنوات القادمة بحيث نوسع الخدمات الموجودة بالاضافة الى ايجاد بناء مستقلة المختلفة حاليا احنا نعمل خلاله في داخل بناية الشرطة ان شاء الله سيكون عندنا مختبر مستقل بالاضافة انه على رأس اولوياتنا راح يكون في الفترة القادمة اللي هي ايجاد الفحوصات للأدلة البيولوجية او الدياء ما يعرف بالدياء ايه لانه غير متوفرة انها حاليا وهي ضرورية وهي اصبحت يعني على رأس اهتمامات الدول المتقدمة في العلم الجنائي وان شاء الله احنا يعني من الان في عنا تعليمات ان سيادة اللوة كمان وافق على الخطة الاستراتيجية او خطة تطويرية اللي وضعناها للسانوات القادمة وهي المشاريع محطوطة على رأس الاولويات كل توفيق في الشرطة وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني خلال السانوات القادمة يعني راح يكون عندنا خدمات اخرى ونطور فيها نتمنى فعلا ننو ميكون شا نقدر احنا نكون يعني نستكمل جميع الامور اللازمة لاستكبال التحقيقات ولا خدمة قطاع العدالة بشكل عرب وفلسطين نتمنى ان كمان يعني اختاح هذا المختبر يكون هو نقطة انطلاق لأفضل ويعود بالنفع على الناس وعلى القضايا كمان اللي كانت بتشكل هاي الجزئية كانت مفقودة فيها ثغرة ولكن هلا بحيصير كمان الموضوع والتعاطمحها أسهل شكرا لك كتير يعطيك ألف عافية العقيد ناجح سمارة مدير المختبر الجنائي شكرا لكل العاملين أيضا يعني شكرا للمشاهدين بتمنى لكم بقي تنهار جميلة ومتواصل بكرة الساعة 9 صباحا في أضي صبحكم الخير يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة